قبل ما نروح ونشوف الصحف قالت ايه؟ عندنا بعض الأخبار السريعة نبدأ بتصنيف منتخب مصر طبعاً تصنيف منتخب مصر الفترة طبعاً حقق قفزة كبيرة جداً على مستوى التصنيف العالمي للمنتخبات اللي صادر عن طبعاً الاتحاد الدولي لكرة القدم النهاردة الفيفا احتل منتخب مصر المركز لـ 34 عالمياً في تصنيف الفيفا وصعد 11 مركز طبعاً بعد كان في المركز الـ 45 في آخر تصنيف للفيفا في شهر ديسمبر اللي فات كمان حل منتخب مصر على المرتبة الرابعة على المستوى صعيد الأفريقي بعد طبعاً منتخبات السنغال بطل أفريقيا اللي بيحتل المركز الـ 18 عالمياً المغرف المركز الثاني على مستوى الأفريقيا طبعاً وصاحب المركز الـ 24 عالمياً نيجيريا في المركز الثالث أفريقياً والمركز الـ 32 عالمياً وطبعاً المنتخب المصري كمان على المستوى العربي يمكن في المركز الثاني يعني بيسبقنا بس المنتخب المغربي اللي طبعاً بيتصدر هذا التصنيف كأفضل منتخب عربي زي ما بقول لحضراتكم مكاسف حتى على مستوى التصنيف فاز بها المنتخب المصري من خلال الأداء الرائع والأداء الرجولي في البطولة الأفريقية دلوقتي إحنا في المركز الرابع أفريقياً مركز الثاني على مستوى العرب على مستوى طبعاً العرب وكمان على مستوى العالمي قفزنا 11 مركز وبقينا في المركز الأربعة وثلاثين طيب عندنا كمان خبر يمكن بنتكلم كمان على بعض المنتخبات يعني منتخب جنبيا مثلاً على سبيل المثال قفز 25 مركز من المركز 150 للمركز 125 منتخب غينيا الاستوائية اللي يمكن صعد لـ 15 مركز من المركز الـ 114 للمركز 99 كل دي ترتيب منتخبات من خلال مشاركتها في البطولة الأفريقية وقفزت قفزات أعتقد كبيرة جداً على مستوى التقييم الدولي خلينا نقول طبعاً لوائل في القرى الأفريقية يحتل ألسنغال المركز الأول أفريقياً والـ 18 عالمياً المغرب في المركز الثاني أفريقياً 24 عالمياً نيجيريا في المركز الثالث طبعاً أفريقياً و32 عالمياً مصر في المركز الرابع أفريقياً 34 عالمياً تونس في المركز الخامس أفريقياً 36 عالمياً الكاميرون في المركز السادس على مستوى أفريقيا و38 على مستوى العالم الجزائر في المركز السابع أفريقياً 43 عالمياً ومالي في المركز الثامن على المستوى الأفريقي و48 عالمياً سحل العاج في المركز التاسع في أفريقيا و51 على مستوى العالم بوركينا فاسو في المركز العاشر على مستوى الأفرقي وها 56 على مستوى العالم كمان في التصنيف ده النهاردة منتخب بلجيكا اللي بيحافظ على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات طبعا الصادر عن أتحاد الدوري فيفا النهاردة الخميس فبراير 22 والخاص طبعا بالشهر الماضي يناير ترتيب المنتخبات الأولى أو العشر المنتخبات الأولى على مستوى التصنيف العالمي طبعا جيء على المستوى الأول في المركز الأول المنتخب البلجيكي في المركز الثاني المنتخب البرازيلي في المركز الثالث المنتخب الفرنسي يحتل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي على المركز الرابع المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس المنتخب الإطالي في المركز السادس أسبانيا سابع العالم البرتغال الثامن العالم والمنتخب الدنماركي المرتبة التسعة ويحتل المركز العاشر المنتخب الهولندي قبر مهم كمان النهاردة معنا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أجرى عديد من الاختابرات النجحة لتقنية التسلل زي ما بقول لحضراتكم تقنية التسلل ويمكن المثيرة للجدل في حالات كتيرة جدا جدا إنها بتاخد وقت كتير عملية التسلل وعملية البار بتاخد وقت تقنية التسلل شبه الآلي خلال كاس العالم للآخر